سهر الخير يا شباب. سهر الخير يا فنانين. آآ النهاردة معاكم عماية حزيقال نخلة. آآ اول مرة اطلع معاكم النهاردة فيديو ودي حاجة مشرفاني جدا وانا حاب كده جدا ان احنا هنتعلم مع بعض. آآ النهاردة هنعرف ازاي ان احنا نرسل مع بعض ونطلع من بعض آآ المعلومات. انا عندي مبدأ آآ كويس جدا بحبه مع بعض ان انا بعرف شارسي. احنا هنطلع المعلومة مع بعض آآ والمعلومة اللي بتطلع منك فعلا هتثبت اكتر. ودي انا جردتها عن تجربة شخصية. تاني مبدأ بحب ان انا هتكلم معاكم فيه عشان ما اطولش عليكم اني آآ طول ما انت بتحب الرسم هتعرف ترسم. لمجرد ان انت بتحب الرسم سدقني هتعرف ترسم. آآ عشان ما اطولش عليكم النهاردة بكل بساطة هنتكلم عن خامة مهمة جدا جدا جدا. تبدو في بدايتها ان هي صعبة للي مش متعلمها لكن اللي يعرفها ويعرف التكنيك بتاعها هيعرف ان هي جميلة جدا خامة الزيت او الرسم الزيتي او بورترهات الرسم الزيت او ايا كانت نرسم بالزيت. خامة الزيت خامة جميلة جدا. النهاردة هنتعلم دائرة الالوان والالوان الاساسية والالوان الفراعية. وجمع دول ازاي? وطلع دول من دول ازاي? وخلط ازاي? آآ الموضوع ابسط مما يمكن. المرة التانية بقول لك ان انت آآ الموضوع بسيط مفهوش اي رهبة. آآ انت لمجرد ان انت هتعرفه هتعرف ازاي ترسم. ما تخافش او ما تخافيش خالص من الخامة الزيت لانها جميلة جدا. تعالوا مع بعض النهاردة نتعلم ازاي نرسم الزيت او على الاقل ناخد دائرة الالوان الالوان الاساسية والالوان الفرعية ونعرف نخلطهم ازاي. يلا تعالوا نشوف مع بعض. قبل اي حاجة يا جماعة احب ان انا بس اقول لكم ان انتو لو هيعجبكم الفيديو يا ريت تدعموني آآ بسابسكرايب للقناة. وآآ ولايك. آآ ويا ريت شير على قد ما تقدروا. علشان نقدر نطلع كل حاجة كويسة وجديدة للناس كلها وكل الناس تعرف. تعالوا معنا يا جماعة النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نرسم آآ وازاي نتعلم خامة الزيت. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما جهزنا كل حاجة كلمنا عليها قبل ما نجيب التحضير ده كله. عشان ما تقولش عليكم برضو تاني آآ احنا معنا دائرة الالوان عبارة عن تلات الوان اساسية جماعة. التلات الوان دول هو اللي بيخرج منهم كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الاصفر مش لون مع لون الدني اه اصفر. ده معنى الوان اساسية. اللي هي ما بتتخلطش. اللي هي الوان سابتة. طيب ايه فايدتهم معايا? قبل اي حاجة لازم نعرف ان احنا مجموعة التلاتة لما اجي اي اخد التلاتة مع بعض كده اهو بنسب متساوية هيديني ايه? ملاحظين اهو ملاحظين اداني يبني. اهو. التلاتة ادوني يبني. اعتقد اعتقد يعني ان كتير من انا ما كانش عارف المعلومة دي وانا واحد منكم مكنتش عارف ان مجموعة التلاتة يديني يبني. وانا حابب ان احط البني في النص علشان هو مجموعة تلاتة مع بعض. طبعا مفيش بورتري ومفيش لوحة زكاة او ايا كان بتاخله من البني. طب احنا دلوقتي طلعنا مع بعض ان مجموعة تلاتة يديني بني. عايز اقول معلومة في النص يا جماعة انا ببسط لكم الامور على قد ما اقدر لكن هو الامور كلها واغدة اني الاحمر فيه تلات درجات والازرق فيه تلات درجات والاصفر فيه تلات درجات. انا اخترت لكم وسط بين كل حاجة علشان اقدر اديكم المعلومة في شكل دراسي شوية. لكن هو الموضوع اكبر من كده شوية لكن انا ببسطه لكم على قد ما اقدر ان احنا نفهم مع بعض الديني ايه? انا مكنتش عارف ان التلاتة يدوني يبني. او يعني خلينا نقول ان احنا معلومة بتطلع مع بعض مننا مع بعضينا. انا مكنتش عارف ان احنا التلاتة دولي يدوني يبني. طب قد انا تعلمنا مع بعض ان التلاتة يدوني يبني. اعتقد اني ما فيش حاجة بتاخله من البني. طيب ايه دي نقطة. انه اول حاجة في دارة الوان عرفتها ان مجموعة التلات الوان الاساسية بيديني بني. طيب تعالوا نشوف. الاحمر مع الاصفر هديني ايه? معرفش. مين يقول طيب مين يفكر? او مين يفكر معي يقول هديني ايه? هم? سامع حد بيقول بورتقاني. بجد? طب يلا اهو. احمر مع اصفر. بنسب على قد ما متساوية. اهو. يبقى الاحمر مع الاصفر الداني. ولا هو احمر ولا هو اصفر. درجة بين بورتقاني جميل. اهو. شفت يا جماعة انا انا من هاجي معاكم ان انا ما بعرفش هرسم وبعرفش المعلومة. احنا بنطلعها مع بعض. طيب يبقى اصبح ان انا عندي البرتقاني عبارة عن ايه? ها مين يقول كده? تعال بقى نغير مفهومنا خالص بقى عن اللون وان اللون ده درجة ومش درجة والكلام ده كله. طيب انا فاهمها لكم بساطة تاني. احنا لما خلطنا التلات الوان الدوني البني. طب لما خلطنا التلات الوان ناقص الازرق. اداني ايه? البرتقاني. اصبح ان البرتقاني مجموع التلات درجات ناقص الازرق. انا مش عايزة فالخيالكم في حسة رياضة. بس خلاني يفهمها كده. ان اللون عبارة عن مجموعة التلات الوان مع بعض. نقص منه الدرجة اللي انت مش عايزها. او اللون اللي انت مش عايزه. تعالوا نكمل. هنقول ان ايه اخد اصفر مع ازرق. ها مين يقول هادين ايه? معرفش. اهو يلا نخلط ونشوف. كده معقول اداني اخضر. بجد? يبقى انا عرفت. اني. مجموعة تلات الوان الاساسية ناقص الاحمر اداني اخضر اهو. كل بساطة. شفتوا الموضوع سهل ازاي يا جماعة? موضوع ابسط من ما يمكن. يعني يعني الموضوع المثل كانت عندها فوبيا بالالوان الزيت او تخليط الالوان او تجميع الالوان اعتقد بقى سهل جدا اهو. طيب ايه? ها? الازرق مع الاحمر. تعالوا نشوف هايدين ايه? هادي احمر. وهادي الازرق. اهو. داني موف. اصبح ان انا هكون الموف ازاي? ها? عن طريق الاحمر والازرق. طيب تعريف تاني للموف او البنفسجي بمعنى اصح. بالمعنى المعروف اكتر. ايه هو البنفسجي? هو مجموعة تلات الوان ناقص الاصفر. بص يا جماعة بكل بساطة هي دي دهارة الالوان. بكل بساطة. يعني قدينا بنتعلمها مع بعض وظلعنا منها كزا لون. اول حاجة انا حبيت تدها لكم او حبينا ان احنا نعرفها اللون ياساسية. الالوان الاساسية اللي هي ايه? احمر. ازرق. اصفر. اقولها تانية يا جماعة. الالوان الاساسية اللي هي الاحمر والازرق والاصفر هي مجموع الوان ما بتتجمعش. مش نتيجة لون زائد لون. طيب مجموعة التلت الوان المتوسطين بيناسة متساوية الداني البني. طيب. خلصنا وجمعنا التلاتة بقى البني. تعالى نشوف كل لون مع بعضه هيديني ايه لوحده? الاحمر مع الاصفر الدايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تلتة البقية ونقص منهم الازرق. لو عايز اخدر هجمع التلتة البقية ونقص منهم ده طيب. النقطة بقية مهمة جدا يا جماعة. عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ان انا لما يجي اغمق البرتقاني. احط له ايه? مين يفكر معي? البرتقاني اصلا. عبارة عن ايه? احمر واصفر. هيديني برتقاني. طب عشان اغمقه هديله اللي قدام ه النحية التانية. شايفين? اهو. قدامه النحية التانية. هديت له الازرق عشان اغمق البرتقاني هبدأ اديله ازرق. فاصبح ان انا بكترب من ايه? من الدرجة اللي في النص اهو. بقى عندي برتقاني غامق. اهو يا جماعة شايفين? اهو. انا كده بغمق البرتقاني. ماخدين بالنا يا جماعة? اهو. اهو. حطيت ازرق على البرتقاني جمع لي التلات الوان بقى برتقاني غاني. طيب نفس المبدأ. عشان اغمق الاخدر. ايه اللي نقصه? او ايه اللي قدامه النحية التانية في دارة الالوان? هم? الاحمر. يبقى انا هاخد. عشان اغمق البرتقاني. هاخد معي شعرية احمر. طب انا اصلا اصلا الاخدر مجموع. الازرق والاصفر. يبقى انا حطيت له اللون اللي نقصه. اللي هو لون الاحمر. الدنيا ايه? اخدر غامق. او لما حمرت الدنيا جيد معي او المكمل بتاعي. اهو. نفسك كده. البنفسيجي. عشان اغمق البنفسيجي. هحطره الدرجة لنقصه او اللي تقابله نحية تانية في دارة الوان اهو. طبعا الكلام ده كله ببنسب متساوب يا جماعة. اهو. فاصبح ان انا كل ما بكمل اللون بوصل لحاجة اسمها اكتمال اللون. ايه هي اكتمال اللون ده يا جماعة? باكتمال التلات الوان مع بعض. بص يا جماعة انا بالبرتة البسيطة دي طلعت كم درجة? من الاحمر والازرق والاصفر طلعت كم درجة? اولا بني. محايد جدا او متعادل جدا. سانيا بورتقاني واخدر وبنفسيجي. سالسا اخدر غامق آآ سوري بورتقاني غامق اخدر غامق بنفسيجي غامق. فهمنا? مع دائرة الوان دي كلها يا جماعة هتفهم وهتعرف انت بتعمل ايه بالزبط. هي دي يا جماعة اساسيات رسمي بالزيت وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هناخدها بشكل عملي ونعرف احنا ازاي آآ بنشتغل بالكلام دا كل. اتمنى اكون استفدتم ومطولتش عليكم. وياريت حتى اللي يجرب يوريني ويشجعني حتى ان انا اديكم تاني ويحط لي الصور بتاعته في الكومنتات تحت. شكرا.